السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فكرة مشروع ممكن نعمله من البيت ويجيب لنا ربح من غير اي رأس مال او مكان مثلا مخصص للمشروع او اي حد يساعدنا فيه هنتعملوا لوحدك وانت قاعد في البيت بدون اي تكاليف وان شاء الله يجيب لكم ربح بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تعملونا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ومفيد ان شاء الله والمشروع بتاعنا النهاردة يا جماعة فكرته مناسبة لأي حد عاوز شغل سواء للشباب مثلا شاب مش لقي شغل او اي حد عاوز يدخل يزود دخله في ظروف الحياة الصعبة دي فان شاء الله فكرة مشروعنا النهاردة هتساعدكم بس هي مشروعنا عاوز صبر وعزيمة في الاول زي وزي اي مشروع صبر وعزيمة وبعد كده ان شاء الله بنوصل مشروعنا النهاردة ان شاء الله نسبة الخسارة في او المغامرة وتكاد تكون منعدمة حتى لو مثلا ما حصلش مكسب من اول مرة المكسب بييجي تاني مرة ان شاء الله مع المسابرة والعزيمة فكرة مشروعنا النهاردة هتعجبكم جدا وهتزود لكم دخلكوا انتوا قاعدين في البيت خصوصا بعد ظروف كورونا انتوا عارفين معظم الناس قاعدوا في البيت في اعمال كتير توقفت في ناس كتير كان رزقهم اليوم بيوم توقفوا عن الشغل فان شاء الله شغلنا من البيت وعلى الانترنت هيجيب لكم ربح وفكرة مشروعنا النهاردة في ناس كتير جربوها والحمد لله نجحت معاهم جدا وناس انا شخصيا اعرفهم انتوا ملاحظين اهتا كمان ان الشغل على النت في البيت كتر بعد قاعدتنا في البيت بسبب كورونا عفان الله وعافاكم جميعا تمام فكرة مشروعنا عبارة عن ايه حبيبي عبارة عن انك بتتابع على الانترنت اي اعلانات او عروض بيع بتنزل بتتبحها كويس جدا وبتجيب ورقة وقلم وبتبدأ تسجل الاعلانات دي الاعلانات بتنزل على مواقع اعلانات زي مثلا اوليكس او جرايد بتبدأ تتبحها كويس جدا وتجيب ورقة وقلم وتبدأ تسجل العروض دي وتجيب اصحابها بيانات الخاصة باصحابها اللي منزلينها وتسجلها زي مثلا ارقام تليفوناتهم او ايميلاتهم تمام طيب ما بتتصلش بهم بقى على طول طبعا بتبدأ تتابع اعلانات تانية على نفس مواقع الاعلانات لناس طلبة مش عرضة للبيع ناس طلبة تشتري حاجات شبيهة زي مثلا بيت عربية اجهزة كهربائية برضو بتسجل بياناتهم وبتبدأ تتواصل مع الاتنين مع اللي طالب يشتري ومع اللي طالب يبيع اللي طالب يبيع بتتصل عليه وبتبدأ تقول له انا عندي ليك عميل هيشتري مثلا الحاجة الفلانية بس هيبقى انا ليا نسبة عمولة معينة تمام ان شاء الله بعد ما البائع او العرض يبيع بي وافق على العمولة بتاعتك بتبدأ تتصل باللي طالب يشتري وبتوفق بينهم وبعد ما البيع بيتم بتاخد العمولة بتاعتك زي ما اتفقت عليها ولو الصفقة بتاعتك او البيع موضوع البيع ده ما تمش انت مخسرتش حاجة انت قاعد في بيتك ومخسرتش حاجة وبتجرب مرة واثنين وتلافتا بس لو الصفقة ما تمتش او البيع ما تمش خلي بيانات البائع عندك مسجلها وبيانات اللي كان طالب يشتري عندك وزود بيانات تانية وعروض تانية وتابع باستمرار بحيث ان البيانات اللي عندك الاولين لو نزل عرض تاني بتقدر تتصل بيهم وبتجدد معاهم الاتفاق بس فيه شوية نصايح عايزة اقولها لكم عشان لو انتوا لسه مبتدئين في الاول يعني بالنسبة لعملتك مثلا بلاش تزود عملتك قوي خلي نسبتها معقولة بحيث ان اللي هيبيع واللي يشتري يوافق عليها طبعا ده في الاول بعد كده انت لما بتتعرف بتزود زي ما انت عايز برضو في حدود المعقول وبرضة كل الاطراف وفيه كمان نصيحة مهمة جدا تأملها هتزود هتساعدك في شغلك ده كتير جدا ان هي توسع انك انت توسع علاقاتك الاجتماعية ودائرة معارفك في الشغل في الجران في المعارف في الاصدقاء بحيث ان هم برضو يساعدوك بحيث ان لو حد عاوز يشتري حاجة قوي بحاجة هيخدمك في الموضوع دوت حد عاوز يشتري من اصدقائك مثلا جهاز موبايل عربية بتتصل من الباقي وتقوله انا عندي لك مشتري وهكذا طيب انت دخلت في موضوع عملية بيع وتمت الحمد لله واخدت عمولتك حاول تستغل عمولتك ان انت اخدتها ديت مرة واثنين في انك تعمل تسويق لنفسك تعمل لنفسك صفحة او تعمل لنفسك جروب بحيث ان انت تشتغل من خلاله بجد يا جماعة فكرة الموضوع هيلة جدا وفيه ناس كتير شغالة منها والحمد لله بتربح وربنا يرزق الجميع جربوه ان شاء الله مش هتندمه واتمنى منكم دعوة حلوة ان شاء الله ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب اتمنى الفيديو تكون عجبك وفكرة تكون عجبتك واتمنى تجربوها واتمنى تشتركوا في القناة وان شاء الله هعمل لكم افكار مشاريع سهلة وبسيطة ومش مكلفة زي دي كتير يا رب تعجبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته